تعاني محافظة إب من أزمة خانقة في الغاز المنزلي وترد الأوضاع المعيشية والاقتصادية وقالت مصادر محلية إن معاناة المواطنين من أزمة الغاز المنزلي وصلت إلى حد لا يطاق يحدث ذلك في الوقت الذي يباع فيه الغاز المنزلي بكمية كبيرة في السوق السوداء وبأسعار خيالية تذهب إلى جيوب قيادات ميليشيا الحوثي التي تقف وراء الأزمة ترجمة نانسي قنقر